بسم الله الرحمن الرحيم في فيديو نريد عن ازاي تزبط اعدادات بيس موبايل سواء انت لسه محمل اللعبة او مثلا حملتها بس محتاج ان انت تزبط الاعدادات اكتر فبتدخل هنا في حسابك في بيس موبايل لو انت لسه جديد في اللعبة فانت فيه اعداد لازم تزبطه الاول بتروح هنا على اضافات بعدين اعدادات اللعبة بتروح هنا على الرسوم لازم تخلي هنا المعدل اللي اطاره تخليه 60 اطار في الثانية اللي هو كده بتزبط هنا الرسوم على حسب حالة موبايلك يعني انت لما موبايلك كويس تخليه هنا كياسي لو حسيت اللعبة فيها تهنيجة وحاجة زي كده بتخليها هنا منخفضة او بتخليها اقل واحدة بتجرب كل شوية تغير في دول انا هخليها مسلا منخفضة بعدين بترجع وراء بنزبط هنا الاعدادات الاساسية في اللعبة اللي هو جوه الماتش يعني فنروح نبدأ الماتش مع بعض كده انا بدأت الماتش وتعالها نجرب الاعدادات مع بعض بندوس هنا يقف بنروح هنا على الاعدادات اللعبة بنجرب اقول واحدة نوع التحكم نوع التحكم هنا اللي افضل تخليها كلاسيكي كلاسيكي اللي هو بيظهر لازرار كلها يعني زرار المباسية والشوت والسرو وكمان الرفق وكل الحاجات دي لكن عندك هنا اللمس والسحب السريق لو اخترتها كده هتلاع عندك هنا كل الزرار اختفت وبتلعب عن طريق اللمس بس اللعب عن طريق اللمس بيحتاج دقة وكمان لازم تكون متعودة على اللعبة يعني مش هتلاعف تشوت كويس ومش هتلاعف تباصي فالحسن ليك انك تخليها كلاسيكي ده لو انت لسه بتلعب اللعبة جديد بنروح نجرب الخيار اللي بعديه نخليها دي كلاسيكي عندك هنا نوع الزرار اللي هو زرار التحرك بتاعك لو انت مخلاها على التحرك زي كده وتطلع برا هتلاعي هنا زرارك بتحرك في كل مكان يعني مثلا لو طلعت الفوق زي كده لكن لو روحت على الاعدادات تاني بعدين خليته هنا اقاف او ثابت نخليه نجرب اللو السابت ده هتلاعي ثابت في مكانه كده ولازم تتحرك بالطريق دي فسابت ده ايه بعد عنه يعني مش كويس عندك هنا برضه اقاف لو روحنا نجربها كده هتلاعي عندك هنا مفيش زر تحكم اصلا يعني مختفي بس تقدر تلمس هاي مكان في الشاشة وانت بتتحرك زي كده فبالنسبة لي احسن حاجة انك تعملها للتحرك اللي هي دي فكده اول خيارين بتخليك لاسيكي وتاني واحد بتخليلي التحرك اللي هي عددات اللعبة الاساسية اصلا بنروح هنا على تغيير المواشر عندك هنا بمساعدة وكمان شبه طلقاي وكمان يدوي لو عملته هنا مثلا يدوي اللي هو تغيير المواشر لو جربت هنا هتلاعيني مسك اللعبة واحد بس اللي هو كان واللعبة مش بتتغير لوحدها لازم تدوس هنا على تبديل علشان اللعبة يتغير لكن بنجرب الاعداد التاني اللي هو شبه طلقاي ده مثلا لو لعب بقرب على اللعب اللي مع الكورة هو يتغير لوحده بس اللي هو فضل ليك تعمله بمساعدة اللي هو ده يعني الكموتر يساعدك شوية بنروح للخار اللي بعديه اللي هو مدى تخلي الحركة بتخلي هنا متوسط تسيبه زي ما هو وعندك هنا برضو عناصر التحكم بتخليها تحكم المستخدم بعدين بتنزل تحت هتلاع عندك هنا الأوامر التقليدية عندك نوع تحكم الدفاع لو جربت هنا تخليه كياسي نطلع بره في المتش نشوفها مع بعض لها الكياسي هتلاع عندك هنا لو هو معهل الكورة يعني زي كده هتلاع فيه زر اسم المطاردة زي كده أول ما بتدوس عليه كده بيبقى مثلا محجز على الكورة يعني زي كده مثلا لكن لو روحت للخيار التاني خليه مثلا اسلوب الضغط لو خليتها كده بعدين بنرجع لو هم ما خدوا الكورة زي كده هتلاع عندك هنا زرار بيسم الضغط لو دست عليه كده هتلاقي بيضغط الواحد على الكورة وكمان بياخدها فلاحسن لك انك مسلا تخليه الضغط بالنسبة لنا هممكن بالنسبة لك انت تحب الموضوع التاني فالخيار ده براحتك لحسب لعبك انت بنروح نكمل بقى الاعدادات هتلاع عندك هنا اعداد الزر اللي هي دي هنا تقدر تغير الضرار التحكم بتاعتك يعني مثلا تغير مكانها بتدس هنا كده وبعدين تخليها كده مثلا ده هنا وده هنا بتدس هنا على انهاء وكده انت غيرت مكانها وكمان تمكن تخليها كده في حالة الهجوم وكمان تغيرها في حالة الدفاع ولو انت مثلا عايز ترجعها تاني زي اللي اول بتدس هنا على الزرار ده وبعدين بتدس على الارجع وبعدين بنرجع وراء عندك هنا كمان زر التعتيم يعني الزرار اللي انت بتدس عليها اللي هو التحرك والمباسية والشوت والرفق لاحسن لك انك تخليها ستين في المية يعني تبقى مش باينة قوي لو جربت نرجع وراء كده اتلاها مختفية شوية كده وكمان اللي افضل انك تخليها ربان في المية بس لو انت لسه جديد في اللعبة خليها ستين في المية بنروح نكمل لعدادات بتنزل تحت عندك هنا نوع المؤشر بتدس عليها كده المؤشر ده اللي هو العلامة اللي بتبقى فيه اللعيب انت بتخليها اسم اللعب وعندك كمان مؤشر اللعب التالي لو منفعلها كده اوريك ايدي اللي بيظهر عندك هو مثلا معك كرة اتلاقي فيه مؤشر لون وزرق اللي هو باب اللعب الاساسي وكمان فيه مؤشر كده اللون الرماضي او مش ظهر شوية ده في حالة ان هم معهم الكرة المؤشر ده مثلا لو جربت تبدل على اللعيب التاني يعني زي كده لو جربت تعمل تبديل هتلاقي نروح على المؤشر اللي هو مختارينه باللون الرماضي بنروح نكمل لعدادات بننزل تحت عندك هنا الرادار العرض اللي هو ده ده الخريطة اللي بتبقى ظهره من تحت في النص لو رجعت برا كده هتلاقي الخريطة بتاعت اللعبة اللي هي موجودة هنا ده الرادار بتاع اللعبة كمان ممكن تغير اللون الرادار يعني ممكن تدوس عليها كده ده اللون بتاعك انت ممكن تخليه اللون الغميس بتاعك يعني انت مثلا لو لابس ابيض هايظهر في الخريطة ابيض لو لابس مثلا احمر هايظهر برضو في الخريطة احمر لكن انت ممكن ان تغيره ثابت يعني ممكن تثبته على ابيض على طول عندك انا برضو مكاسة تحمل لو فعلتها زي كده بنرجع وراء هتلاقي في شريط فوق اللعيب اللي هو باللون الاخضر او اللي زرق الشريط ده كل ما يكون مكتمل كده اللعيب في كل طاقته لكن كل ما بينص بيبقى اللعيب كده التحمل بتاعه الليل بنروح للخيار اللي بعده عندك هنا عرض اسماء اللعبين اللي هو فريق الخاص ده مش محتاجه اشرحها يعني المنافس بتاعك اللعيب هتظهر اسمهم وعندك كمان نوع المؤشر للفريق الخاص بتخليه هنا اسم اللعب يعني كل اللعب انت بتختاره بيظهر اسم اللعب بتاعك ده في حالة الناس انك بتلعب قدام حد هممكن تخليه اسم المستخدم بتاعك هممكن تلغيه خالص بس الاحسن لك انك تعمل اسم اللعيب لشان تعرف مين اللي معاك كورة عندك برضه هنا تحمل العرض بتخليها زي ما هي ودي كل اعدادات بيس موبايل ياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك الفيديو وتشترك في القناة وتشوفوا بها الفيديوهات